اشتركوا في القناة اهم جداً بقى من اولياء الامور في مرحلة زي دي انه ندعم ولادنا خلاص اللي زاكر زاكر وامتحنوا وان شاء الله يكونوا عملوا كل اللي عليهم وده المهم النتيجة دي دايماً بتاعت ربنا اللي جاي دايماً المستقبل بيد ربنا احنا بنجتهد والباقي على الله ما نضغطش عليهم لانه الضغط عليهم في سنة زي دا اعتقد انه شفنا كتير انه نتيجته اكيد نتيجة ما هياش كويسة لكن يمكن بعض الاهالي ما بيبقوش عندهم يعني جزء كبير من الوعي دا ما بيبقوش قادرين انهم يدبطوا نفسهم في التصرف مع الولاد بيضغطوهم بيلوموهم عن نتيجة يمكن فيه ناس بتتلمع على نص درجة وناس يعني تبقى محققة نتيجة قوية جداً وشايف نفسه مثلاً في وسط زميله هاي لكن اهله بيلوموه على نص درجة والربع درجة وناس لقدر الله يعني ما تجيبش نتيجة كويسة واهلات تكون داعمة ليها بشكل كبير وبتفكر إزاي تحقق يعني مستقبلها بأفضل الطرق خلينا نتكلم أكتر بالتفصيل مع المتخصصين معنا دلوقتي دكتور رقفة يوسف أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية مساء الخير عليك يا دكتور فهدير يعني بزيك يا لابا أنا كليك الأوسر المفروض تتصرف إزاي في مسألة انتظار النتيجة دي وأكيد حضرتك أب مصري وعارف يعني إيه نتيجة وخصوصاً نتيجة السنوية العامة وحالة الطوارئ اللي موجودة جوه البيوت ودلوقتي بقينا مقاسمين شوية ناس يعني إيه تروح تصيف يعني تلغي حالة الطوارئ اللي موجودة دي وخلاص وتسيب الولاد أين كانت النتيجة عاملة إزاي وناس لأ تبقى عادة على أعصابه وخصوصاً الأمهات لحد ما النتيجة تبقى وبعد النتيجة بنبتدي بقى يا نلوم يا ندعم فهل هو أنا دعمي لولادي متوقف عن نتيجة السنوية العامة؟ لا طبعاً أنا مش متوقف عن نتيجة السنوية العامة هي الفكرة دي مرحلة صعبة جداً لأن هي بعدها هيبقى فيه فكرة القرار إحنا هناخد كلية إيه فإحنا دلوقتي لو إحنا مشدودين كأب وأم وابتدى لضغط العصابي دا يتنقل للولاد هيبقى فيه فترة صعبة جداً هي فترة اختياره كلية وخصوصاً لو أنا ما جبتش الاسكور اللي أنا عايزه لازم ناخد بالنا من حاجة صغيرة فكرة الظروف الصعبة هي اللي بتخلي الشخص يكتسب خبرة يعني الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلد كان عنده جملة حلوة قوي بتقول البحور الهادئة لا تصنع قبطاناً ماهراً فأنا عشان أخد خبرة كويسة لازم أمر بفترات صعبة لكن الفترات الصعبة مش معناها أن أنا بقى مشدود عصبياً لأنه أحد الأسباب الأساسية للقرارات الخطئة أنه حيك تاخدي قرار تحت تأثير أحد المشاعر السلبية اللي هو إيه؟ اللي هو الغضب فأنا مشدود أنا كأب وكأم إزاي ابني بعد كل المجهود ده ما يجيبش الاسكور المطلوب والولد مشدود إزاي أنا عملت كويس وما جيبتش الاسكور اللي أنا عايزه ده في الآخر خلاص هو ده بقى ماضي بالنسبة لنا دلوقتي الاسكور ده بقى ماضي إحنا دلوقتي الحاضر بالنسبة لنا إزاي نختار الكلية الصحة وعايز أركز سواء في الحتة دي إحنا عندنا الثلاث معايير لو إحنا هنبص للموضوع من منظور الإدارة لازم الثلاث نقاط دول يبقوا موجودين عشان أقول الاختيار بتاع اختيار صح أولاً أنا لازم أختار وظيفة كلية هتودين الوظيفة الوظيفة دي تكون ماشية مع إمكانياتي ده النقطة الأولانية الحاجة التانية تكون فيه نوع من النهم أو الشغف بحب الحاجة دي الحاجة التالتة أن يكون لها مستقبل ويجيب فلوس كويس لو المثلث ده ضلع منه اختفى فغالباً الاختيار بتاع حضرتك اختيار خاطئ إحنا كأباء أحيانا بنستجيب مع أولادنا هو بيحب كله الطب على دماغي أنه بيحب كله الطب لكن هل هو إمكانياته تمشي مع كله الطب الحاجة التالتة هل كله الطب دلوقتي ممكن تساعده أنه هو يحقق أحلامه ولا لا إحنا عندنا أمثلة كتيرة جداً في التاريخ أحد أعظم رؤساء أمريكا رونالد ريجين كان ممثل وكان كومبرس اكتشف نفسه عنده 68 سنة وبقى أحد أعظم رؤساء أمريكا في حاجة برضو هدير هانم لو هناخدها من منظور الطب النفسي أو الإدارة الديفولت بتاع الولد أو البنت نحن عندنا بنقسم البناء أدمين إلى ناس الفص الأيمن من المخ هو المسيطر وناس الفص الأيسر من المخ هو المسيطر ودول بيحددوا اهتماماتك ومهاراتك الناس اللي هم أو الولاد الفص الأيمن عندهم مسيطر هم بيميلوا أكتر ليه فكرة الإبداع فده يدخل مثلاً فنون تطبيقية يدخل هندسة عمارة يدخل مثلاً بيزنس ماركتنج أو تسويق كويس طب لو الناحية الشمال هي المسيطرة طب هم الأهل يعرفوا إزاي ابنه من أي نوع هقول لحكي على حاجة خلينا أقول لحكي الشمال إيه وبعدين نقول نعرفها إزاي الناحية الشمال مسؤولة عن الأرقام والإحصائيات فتلاقيه موهوب قوي في الحتة دي يدخل إيه يدخل تجارة يدخل أي حاجة ليه علاقة بيزنس مثلاً فينانس أعرف إزاي لو أنا أب أو أم شاطرين من الولد صغير بلاحظ هو الولد موهوب في إيه هل هو مبدع لو اديته حاجة مثلاً بيعمل منها مثلاً يمسك ورقة وقلم يرسم حاجة طالع لحاجة فغالباً ده الفصل الأيمن من المخ عنده مسيطر لكن لو هو بيميل إلى المنطق وبيميل إلى الأرقام فغالباً هو الفصل أيساً من المخ عنده هو المسيطر طيب حضرتك بتشوف مين عليه الدور الأكبر في الدعم الأبد ولا الأم ومسألة الدعم أين كانت النتيجة يعني مع الإخفاق جمان الدعم ما بيبقاش أسهل حاجة على الأهلي لأن هم غالباً من جواهم في حالة من النكد والحزن إن ابني ما حققش الاسكر أو المعدل اللي أنا كنت أتمنىه أو أطلبه وإزاي الناس تتعامل مع ده نفسياً إزاي نشتغل على نفسنا كلنا في مسألة إنه بنبقى خايفين ومتوترين أكتر من اللازم على حاجة حضرتك بتقول بقت خلاص في الماضي لا خلاص ما يبقى تواقع هو الدعم المفروض يبقى من الطرفين من الأب والأم الفكرة أكتر حد بيقدر يدي دعم للولد هو أكثر الطرفين ثقافة يعني بمعنى وحتى حكب لما تيجي تشوفي في الطب النفسي دلوقتي هو ليه في فجوة كبيرة بين الولاد وبين الأباء عشان الأب والأم مستوى الثقافة بتاعه قال لي قوي وبقى قديم قوي دقة قديمة فييجي الولد يقول لي بابا طب أنا أختار مثلاً تجارة ولا أختار مثلاً ألسن يقول لي حبيبي اللي أنت شايفه كويس يعني يا حبيبي اللي أنت شايفه كويس أنا مفروض دعمي ليك مش مجرد بالفلوس أو بأن أنا قاعد جنبك بقولك ما تزعلش دعمي ليك إن أنا أقدر أحللك دي ممكن تبقيه ودي ممكن تبقيه وبالتالي لو الأبن بياخد قرار خاطئ عندي أب وأم عندهم وعي الكلمة الحلوة لا حيث قلتها في الأول وعندهم ثقافة فيقدروا يساعدوه لأنه أحياناً الولد بيبقى شايف مثلاً أصلاً أنا بحب الماث أنا متهيئة لأن الخالة الصنوية عامة ده سنه صغير قوي على أنه يقرر هو يشتغل إيه محتاج نوع كبير جداً من الإرشاد إرشاد كمان مبني على معلومات زي ما حضرتك كنت بتقول إمكانياته إيه؟ سوق العمل محتاج إيه؟ إمكانياتي دي تؤهلني أن أنا أشتغل الشغلانة دي ولا لأ؟ فطبيعي هنا أنه يكون للأب والأم دور لكنه دور داعم مش ما تكبروش على حاجة ما تقدريش تكبريه لأنه في الآخر طبعاً أصلاً الجيل الجديد دايماً كده بنلاقيه هو عايز يحسن قرار بتاعه فيه تكنيك كده لطيف بيستخدمه أحياناً في الطب النفسي وفي الإدارة اسمه أو علم النفس العكسي فأحياناً لما أريد مثلاً أزوء ابني أن يروح ناحية اليمين فأنا أقول له روح شمال فهو يروح راح مين؟ صرعاً أخوف أن أنا أقول له روح شمال فيروح شمال تبقى مصيبة لكن الفكرة أنا أحياناً الولد فيه كليات ما بيعرف ما سمعش عنها أنا دوري كأبا وأم أقول له لا حبيبي فيه دلوقتي كليات جديدة يعني مثلاً فيه كليات كثيرة مثلاً زي البي آي أس مثلاً هي ميكس ما بين البزنس وما بين التكنولوجي فأحياناً بيبقى دوري الأساسي لي أنا كأبا وأن أنا أعمل سيرتش كده لطيف أشوف إيه كليات الموجودة لأنه أحياناً بيبقى إحنا مركزين في بعض الكليات مش عارفين إن فيه كليات تانية والدولة في فترة اللي فاتت أنشأت كليات كتيرة وتخصصات جديدة فدي بتبقى حاجة مهمة جداً حاجة تانية نبتدي أقرع عن الكليات دي طب دي مجال العمل بدأها هيبقى إزاي إيه الكواليفيكيشنز المطلوبة لها نقطة تانية مهمة برضو أحياناً الكلية أو التخصص بيبقى محتاج أن أنا يكون عندي فلوس كتير عشان أقدر أبتدي لإبني مثلاً حاجة زي كليات أسنان أحياناً بيبقى تجهيز معمل أسنان أو تجهيز عيادة أسنان بيحتاج فلوس كتيرة هل أنا هقدر أعمل كده ولا لا فالأنا عايز أقوله لأباق المهات بلاش نبص تحت رجلينا يعني خلينا نبص ليه تلات أربع خطوات قدام مش فكرة أن الولد بيحب البيولوجي أو أدخله طب أنه بيفهم في الأرقام أدخله هندسة أو تجارة هي ما بتتحسبش كده خالص الحاجة التانية لو الولد مش فاهم هي كلية تجارة دي بتعمل إيه أو كلية طب بيعمل يقعد مع حد قريبه يعني متخرج من كله يسأله هو طبيعة شغل حضرتك إيه طب بتعمل إيه طب أنا ممكن أجي أععد معاك يوم مثلاً في العيادة أو في المكتب بتاعك عشان أفهم لأنه بعد ما أععد ألاقي لأ ده خالص مختلف تماماً مش ده أنا عايز أنا اللي أنا عايز تماماً فدي نقطة مهمة جداً بلاش نتعامل مع الكليات بمبدأ المحاولة والخطأ أدخل كلية ما احنا بنشوف ناس كتيرة جداً بدخل كلية وبعد ست شوار أو سنة يروح نغير لكلاتاً طب ليه ما ده مستقبلك ووقت من عمرك وفلوس أنت بتصرفها فيريد دايماً القرار يبقى مدروس عشان ما ناخدش قرار خاطئ طيب مسألة الاهتمام بالصحة النفسية وولادي محتاجين ايه على المستوى النفسي يعني فيه أسر كتير بتعتبرها نوع من أنواع الرفاهية ولو أن الحوادث اللي بقينا بنشوفها وفي سن صغير شوية تخوف تخوف لأنه بنلاقي أنه الأهالي مغدودين ده مش ابني أنا مش عارف أنه هو بالشكل ده ما كانش مدرك للمشاكل اللي عند ابنه وهو في نفس الوقت ما بيلعبش ما هو بيشتغل طول اليوم علشان يقدر أنه يوفر لهم حياة كريمة والأم وراها مسؤوليات كبيرة لكن عندنا إرثة ثقافة شوية في مسألة التعامل النفسي ولو لقيته في بيت هتلاقيه من طرف والطرف التاني ما بيقدروش قوي تقول إيه للأسرة المصرية في حتة دي هو فكرة الثانوية عامة لو هنربط النقطة الحيوية اللي حيك بتقوليها دي بالثانوية عامة هي دي أحد المراحل اللي بيكون فيها ضغوط نفسية عنيفة جدا ولا قدر الله وارد أنه يحصل أنه ولد بعد مثلا ما يشوف الاسكور بتاعه ويكتشف مش ده لك وتعايزه اللي أقدر الله يقدم على حاجة زي الانتحار فدي مرحلة صعبة جدا لازم نبقى مدركين هو إيه الهرمون اللي بيطلع في الجسم بيؤدي إلى الضغط النفسي وإزاي أنا أقلله عشان حتى مش هنتكلم عن قصة انتحار لقدرها هنتكلم عن قصة اختيار جيد أنا عايزة نختار جيد لازم ما يكونش تحت ضغط نفسي أشهر هرمون بيطلع في جسم الإنسان عشان يزود الضغط النفسي هو الكورتزول بالل مش بالن الكورتزول بيزيد قوي وقت الضغط النفسي أنا عايز أقلله وعايز على الناحية التانية أطلع بعض الهرمونات اللي تخلي الشخص يدخل في ريلاكسيشن زي الدوبامين والسيريتونين والإندورفين هرمونات السعادة ايه هرمونات السعادة أنا مش عايز سعادة بمعنى أنه هو يبقى بيضحك طول وقت بس عايزه يبقى مرتاح مرتاح عشان يعرف يفكر كويس في حاجات كتيرة جدا مهمة جدا زي فكرة النوم يعني ما ينفعش حيك مثلا كتير تاخدي قرار وانت بقالك 3-4 يام ما بيتناميش ما هو النوم في حد ذاته بيقلل الكورتزول وبيزود القدرة على التركيز الحاجة التانية هي حاجة مهمة جدا الأكل المتوازن ده برضو من حاجات مهمة جدا وفي حاجات مهمة في الأكل بتقلل السترس زي مثلا اللوز الناي زي البيف زي جبنة الأريش أنا لازم برضو هو زي ما أنا كنت مهتم بالجزء الغذائي بتاعه أثناء المتعنات هو دلوقتي داخل على قرار استراتيجي اختيار كلية فأنا لازم أبقى مهتم جدا به في القصة دي برضو فكرة العبء النفسي أن أنا طول النهار بحسسه ومش ده لأ أنا كنت متوقعه منك ده في حد ذاته بيحسس الولد أن أنا فشلت لون مستمر أنا لما شوف نفسي ملمن أقرب الناس ليا بعد ما أبقى حسس أن أنا عملت مجهود وهي دي قدراتي نتيجة اللي طلعت دي مع الامتحان اللي أنا يعني امتحنته تمثل قدراتي اللي بالتأكيد كل واحد على قد قدراته ليه ما كان في المجتمع مدام هو بيكتهد وعايز أقول لحضرك في الحتة دي أحيانا الأم بالذات مش القب الأم بالذات بتلعب مع الولد دور النازر أثناء المذاكرة وبعد المذاكرة فبيرتبط يعني فيه تجربة شهيرة كان عملها علم شهير اسمو بافلوف كان علم روسي كان بيجيب كلب ويضرب له جرس ويجيب له حتة لحمة ومع تكرار ضرب الجرس للكلب ارتبط الجرس مع الكلب بحتة لحمة أنا مش عايزي الأم ترتبط مع الولاد بفكرة اللوم أو اللي احنا بنقول عليها بالبلد إنه أرازة ما هشوف فلان جاب كام وانت جبت كام ده في حد ذاته بيخلي الولد مع الوقت يكره سيرة الأم أو يكره يشوف الأم طب تيجي تقول الأم أصلا الولد ما بيسمعش الكلام مش عايز يدخل كلمهو عشان أنت وصلت المرحلة بقيت مرتبطة لا شعورية عند الولد بإيه بالنقد لا أنا عايز أب أنا كأب أو أم هي برضو عشان ما نظلمش الأمهات هي المسئولية بتقع بشكل كبير في موضوع المذاكرة ده على الأم ويمكن هي مش غير مؤهلة لأنه أنا أم بحب ولادي لكن ما عنديش الأسس التربوية في مسألة التعليم مثلا فزي ما حضرتك بتقول بقلب بقى إيه ست النظرة طول الوقت بقول ده غلط ده صح تذكروا ساعات أكتر ممكن يكون كلامي ده مش صح وشوفي على النقيد بقى لما بتكون الأم مثقفة ومتعلمة يعني أم أحمد زويل كانت كل يوم بتقول له يا أحمد أنا عايزك تعمل حاجة تفيد بها الناس ابتدى الكلام الإيجابي ده ينزل فين في الله شعور بتاعه واحدة مثلا زي روز كينيدي اللي هي أم الرئيس جون كينيدي كانت بتقول يعني الرئيس فدي بتبقى حاجة مهمة جدا من بداية أن الولد يدخل إعدادي ولسه ما دخلش على ثانوي أن أنا بتدي أزرع جواه وأستخدم الكلمات الإيجابية عشان أحسسه ده مش كده بس الثقافة دي بتدت تنتشر عندنا يا داكتر يعني دي حاجة جميلة جدا للحياة بقينا نقول طول الوقت أنه يعني ننظر يعني الحاجات الكويسة الموجودة في الدنيا وأنه الناس يعني تشوف الخير وتتفائل بالخير هتجد الخير لكن ما اسألت كمان أنه نركز على دا ونقوله البعض بيفرق معنا نفسيا وبيفرق معنا بطريقة إيجابية جدا طبعا ده أنا كمان عايز أقول لك حاجة صغيرة لو حد لقيت ابنك مثلا بيحب الطب وهو لسه في ثانوية عامة حطي له صورة مجد يعووب أو محمد غنيم وقالي له أنا عايز أكتبه ذاك كده مع الوقت هيبتدي الحلم ده يتزرع جواه فمع الوقت خلاص يعني حتى وولد ديزني كان قال حاجة قال إذا كان دريمت يعني لو حلمت بالحاجة هتعملها أنا عايز أتكلم مع نفسي بشكل إيجابي إن أنا إن شاء الله هعمل الحاجة دي أبو القاسم الشابي كان عنده مقولة حلوة جدا قال لك من يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الظهر بين الحفر يعني طول ما أنا شايف نفسي صغير عمري ما أكبر أنا لازم أشوف نفسي كبير فدي حاجة مهمة جدا إن شاء الله يعني بنتمنى النجاح لكل للناس اللي طالعا من سنوية عنا وبنتمنى لهم كمان الهدوء والراحة والبعد على التوتر لأنه زي ما حضرتك بتقول الموضوع مش نتيجة ده لسه فيه قرار بعد النتيجة مهمة جدا إن كل الأسرة مش بس الطالب سنوية عم يتحلوا بالصبر كده والهدوء وهم بياخدوا هذا القرار دكتور رأفة يوسف أستاذ الإدارة واستشاري التنمية البشرية أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل الطاقة الإيجابية اللي ديتهالنا النهار شكرا جزيلا يا دكتور رأفة دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع بعد ونكمل الكلام مع حضراتكم